الإعصار المدمر ماثيو ضرب ولاية فلوريدا الأميركية متسببا بقطع للطرق جراء الفيضانات التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة إضافة لانقطاع التيار الكهربائي عن نحو مليون شخص وتشريد آلاف آخرين ورغم أن حدة الإعصار تراجعت فإن عمليات الإجلاء والاستعداد مستمرة على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة حيث يتجه الإعصار نحو كارولاينا الجنوبية حسب هيئات الإرصاد الجوي الإعصار ضرب فلوريدا قادما من هيتي التي اشتاحها بسرعة 233 كيلو مترا في الساعة مخلفا 470 قتيلا حسب آخر إحصائية رسمية وعشرات آلاف المشردين ودمارا كبيرا ورغم تراجع شدة الإعصار وانخفاض سرعته لا يزال الخطر قائما بإمكانية أن يسبب أزمة إنسانية كما أكد مسؤولون أمريكيون قاسم حميد العربية